اشتركوا في القناة بالمسلسلات حيانا الشركة المتحدة الخدمات الاعلامية هتقدم السنة دي وجبة درامية قوية ومتميزة ودسمة جدا وجبة متكملة فيها كل العناصر الفنية والموضوعات المختلفة والجديدة لان شاء الله تنال اعجاب المشاهد المصري والعربي يعني كل سنة وحضراتكم طيبين موسم الدراما المصرية خلاص على الابواب كلنا بنشوف البوسترز المطروحة لمسلسلات رمضان 2024 البروموس كمان اللي بنشوفها على الشاشات المتحدة الشركة المتحدة الخدمات الاعلامية بتوعدنا انها تقدم لنا وجبة درامية متنوعة فيها تنافس شديد جدا من خلال الافكار والجودة والابطال اللي بيشاركوا في مسلسلات رمضان 2024 وجبة درامية هنحاول النهاردة نقترب منها كده ونشوف ملامح المسلسلات اللي هتتعرض ان شاء الله في رمضان على شاشات المتحدة مع الكاتب الصحفي والناقد الفني الأستاذ أشرف شرف اللي منورنا في استوديو صباح الخير يا مصر صباح الخير على حضرتك صباح الخير وكل سنة حداكم طيبين وبخير يا رب عدد كبير جدا من المسلسلات حوالي يعني 18 يعني حوالي 20 مسلسل في تنوع شديد جدا نبدأ بالمسلسلات التاريخية مسلسل تاريخي مهم جدا هو الحشاشين لأول مرة بالروح كده المرحلة التاريخية مهمة جدا مهمة جدا حسن الصباح مؤسس هذه الفرقة الغريبة الغريبة في التاريخ الإسلامي الأكثر دموية والأصعب والأشرس في تاريخ الإسلامي شايف ازاي اختيار الحشاشين كدراما تاريخية تقدم في 2014 أولا الواحد بيحيي فعلا الشركة المتحدة على ان اختيار موضوع بالضخامة الانتاجية انه مسلسل مهم جدا بيرصد ويحلل ازاي جامعات الإسلامية والتيارات الدينية ازاي كانت دموية بهذا الشكل والتنظيم السري والحاجات القوية جدا والاغتيالات والرجوع لحقبة زمنية مهمة جدا فيها لغط وسياسي وتاريخي وحاجة صعبة جدا هو القرن ال 11 يعني فات عشر قرون انت بترجع بالزمن بتقول تقريبا ان التاريخ بيعيد نفسه هو تنظيم شبه التنظيمات اللي شفناها في السنوات الأخيرة زي تنظيم القعد ما اختلاف طبعا التاريخ وما اختلاف المراحل وما اختلاف كل حاجة بس هي تنظيم دمو في الأساس يعني التطرف فكرة التطرف فكرة التطرف بشكل عام يعني طيب برضو فكرة اليمكن الدراما التاريخية بتتطلب يعني جودة عالية جدا خاصة دلوقتي بقى فيه منافسة قوية جدا جدا خاصة في الدراما التاريخية احنا كان فيه تجربة للشركة المتحدة السنة اللي فاتت في الدراما التاريخية كان فدنان خارد النبوي وشايف وجهة نظرك هتقدم ازاي السنة دي السنة دي انا متفايل جدا معانا طبعا نجم ومهم جدا هو الاول سينمائيا هو كريم عبد العزيز والاول دراميا كمان فعندنا تجربة مهمة جدا كمان المتحدث كان مفترض يتعرض السنة اللي فاتت فخد وقت كتير جدا انه هو تحضيرات لمدة سنتين وده بيحفزنا اكتر ان انت لما تلاقي مسلسل ضخم انتاجيا وفيه سفر كتير جدا وانه في ازمان وتواريخ مختلفة جدا في العراق وفي بلاد فارس وكل الحقب الزمنية اللي دار فيها المسلسل الاحداث التاريخية للمسلسل كمان انه حسن الصباح والقائد والمؤسس لفريط العشاشين او الاساسان زي ما قالوا الصليبيين يعني عليهم يعني لهم القتل الاوائل انه هو عاش في مصر بس ثلاث سنين وثلاث مع القائد في مصر فتم طرده وعبر مركب وطبعا نجا طبعا قصة شهيرة جدا طبعا يعني كمان الدراما التاريخية على مستوى الصورة وعلى مستوى الكتابة النص يعني احنا بقنا متقدمين جدا حتى وفيه جودة فيه كتابة النصوص الدرامية التاريخية نروح من الدراما التاريخية لدراما تانية ياسر جلال من كريم عبدالعزيز لياسر جلال بيقدم لنا السنة دي جو كده من اجواء الاساطير والفانتازيا اوه الفانتازيا التاريخية لو يعني ينفع نقول كده أساطير ألف ليلة وليلة ومسلسل جدر الصياط أنا متحمس بشكل شخصي متحمس أن أشوف المسلسل ده لأنه القصة بتاعت هي قصة جديدة ما تقدمتش تقدم لأول مرة في الدراما المصرية هي جدر مصري ده اللي هو الشخصية طبعا هو صراع طبعا ألف ليلة ليلة تيمة قايمة على صراع بين الخير والشارج وطبعا يسر جلال بيمثل الخير يعني أنه القصة دي ما تقدمتش ما شفناها مش مستهلكة على الشاشة فكرة ما إزاي السندباد ما إزاي علي بابا والأربين حرم كل القصص القصيرة اللي تقدمت واستهلكت في الدراما التلفزيونية المصرية إنما دي قصة أول مرة من ضمن قصص ألف ليلة وليلة بتتقدم في مصر فده برضو طبعا دي نور طبعا أنت ترجع للتراث مرة تانية وتبعد تبعد وتعمله بشكل مختلف وتقدم قصة الأول مرة على الشاشة ده برضو حاجة حاجة يعني بتخليك تبقى مستني إنما لو أنت قدمت علي بابا أو قدمت المصباح السحري أو علاقة دي كل القصص اللي تم تقدمها من ألف ليلة وليلة بقت مستهلكة للمشاهد وكمان لأنها تقدمت من الأربعنات يعني ألف ليلة وليلة كتحديدا دي تقدمت من الأربعنات بحاد يعني بقى لها أكتر من يعني 80 سنة كمان يمكن اختيار وتقدمت في لزاعة حوالي 800 حلقة صحيح طبعا وقدمت بشكل بأشكال مختلفة وتم تلاولها بأشكال مختلفة حقيقة حتى يسر جلال الحقيقة من الفنانين اللي مؤخرا شاهدوا ندوخ فني يعني واضح جدا فأكيد هيكون ليه بصمة كمان في مسلسل بودرسترالد ده أكيد طيب فيه كمان بقى دراما الاجتماعية السنة دي زي مثلا امبراطورية مين برضو ده النجم خالد النبو هو ده أنا بالنسبالي خالد ومع حفظ الألقاب يعني شخص خالد النبو والأستاذ ياسر جلال فيه تغيير جلدي كامل يعني من رسالة الإمام الأب بيحاول يفرض سيطرته على أولاده والرجوع للنص الأصلي امبراطورية مين طبعا هو الرواية الأصلية كان راجل إنما عشان تتقدم في السينما تم تحولها وعدها للسينما طبعا العظيم نجيم محفوظ يعني عن قصة للكاتب الكبير رحسان عبدالقدوس تم تحولها خصيصة عشان تقدمها سيدة الشاشة إنما خالد النبو والسنة دي بيرجع للنص الأصلي وهو الأب اللي بيحاول يفرض سيطرته وفكرة إنه الصراع بين الأجيال بين الأب وولاده الستة يعني ويعني إحسان عبدالقدوس دايما بيترجم فكرة إنه دايما في كل رواياته هل الحب هو القائم والصراع بين الأب والأولاد فكرة الديمقراطية ولا الصدام من رواية إحسان عبدالقدوس لرواية إبراهيم عبدالمجيد عتبات البهجة وجميل جدا الاتجاه إلى فكرة المسلسلات اللي بتعتمد على النصوص أدبية وروايات إبراهيم عبدالمجيد روايته الشهيرة عتبات البهجة تحول لمسلسل للملك يحيى الفخراني اللي غاب عنينا السنة اللي فاتت عتبات البهجة نص روايي بيتحول إلى لغة التلفزيون ويحيى الفخراني بيعود بقوة السنة النص ده كويس قوي أنه رجع يعني أنه تقدم لأنه أنا ممكن أقول لكم سري بتقالي أول مرة أنه كان المفروض يقدمه السينما العظيم الراحل يعني صديقي أستاذ فاروق فيشاوي يعني حاول يقدمه سينما وتعثر إنتاجين المشروع كان إخراج المفروض أستاذ عمر عبدالعزيز أنه يرجع هذا النص للتلفزيون هو نص بيحكي عن إزاي تسعد نفسك إزاي لما توصل لسن معين في الحياة أنك تدور إزاي تسعد نفسك البهجة في حياتك مش لازم تبقى فلوس أو حاجة إنما البهجة هي التعامل مع الحياة حاجات البسيطة البسيطة نحن كمان أعتقد البهجة بالنسبة لنا أنه نحن نشوف يحير فخراني الحياة بتعفيد وأنه غاب عنينا سنة الفاتح لا تلت سنين هو آخر حاجة 21 سنة يعني آخر حاجة 21 سنة طيب صيد العقارب ده بطولة الفنانة غادة عبدالرازق وباهرد ويدار المؤلف باهرد ويدار كمان غادة يعني مختلف الحياة شايف هتقدم شكل درامي مختلف أتمنى طبعا أن غادة عبدالرازق ترجع لأنها ممثلة مهمة جدا مهمة جدا في حياتنا الفنية المصرية الحقيقة يعني من أهم الممثلات اللي جنب آخر 20 سنة يعني هي بطلة يعني هي اللي تقال عليها ممثلة تقيلة يعني دايما في فن التمثيل فيه ممثلة تقيل وهو دايما لما تقول ممثلة تقيلة لازم يتجاب في صيرة غادة عبدالرازق أتمنى أنه اختيارها السنة دي يبقى موفق لأنها بصراحة جديدة لفترة قبل الكم سنة الأخيرة دول كانت اختياراتها غير موفقة طيب أمير كرارة سنين اللي فاتت بدأ يكسب أرضية جديدة من الجمهور بدأ يلعب أدوار كمان مميزة جدا السنة دي حيقدم لنا بيت الرفاعي توقعتك ايه؟ أمير كرارة السنة دي بيبقى عشر سنين متواصل وده نجم عشر سنين في رمضان متواصل وده رقم كلبش وغيره لا لا بدأ من أنا عشقت رمضان 2014 بعدي حواري بخريس بعدي بطبال بعدي كلبش 2017 يعني عشر سنين ده رقم مهم جدا وأتمنى أنه أمير كرارة يفضل يحافظ على هذا يعني يكمل المشوار ويكسر رقم جديد قياس في المشوار بيت الرفاعي سريعا بيتكلم عن إيه؟ هو دراما شعبية وبيتكلم عن الأثار والسرقة يعني بطريقة مختلفة ولأول مرة بيترميم مؤلف مش مخرج يعني مؤلف المسلسل التأليف بيترميمي يعني عهدنا بين هو من أهم المخرجين الحقيقة طبعا عمل تجارب كتيرة يعني كمؤلف شارك في مثلا أجل زيك وحاجات كده إنما المرة دي هو مؤلف فقط وإخراج أحمد قدر جلال طيب هي بالنسبة للكوميديا بقى برضو الكوميديا في رمضان مهمة جدا بالنسبة لنا الحقيقة طبعا يعني ما نقدرش يعني لما بي فيه وخاصة في ظل الأحداث اللي احنا فيه صحيح يعني الحقيقة أنه احنا حتى كان فيه وقت أو كان فيه موسم من المواسم الرمضانية كانت غيبة الكوميديا مش غيبة غياب كمان ولكن مش المستوى ومش نفس المستوى اللي احنا متعودين عليه وكانت بالفعل فرقة معنا مؤخرا شوفنا لعودة مرة أخرى للكوميديا بشكل كبير لكن السنة دي كمان فيه تعيصة دارة للكوميديا فيه مسلسل كبير قوي 8 توقاك لمكي السنة دي تحديدنا إنه مكي في الكبير للأسف هو يعني على قد ما نجح على قد ما بيتحدى نفسه أنا بأعتقد أننا المكي بقى بالنسبة لنا زي الفوزير يعني والكبير قوي ده بالذات تحديد بقى بالنسبة لنا زي الفوزير احنا مستنينه كل رمضان من كتر ما هو الناس بقت مرتبطة به حتى لو يعني حتى لو الكوميديا أضعف أو أقل من السنة اللي قبلها بتبقي انت برضو مستنينها الكبير خلاص بقى طابع زي بكار زي الحاجات اللي احنا كنا مرتبطين بي اللي عاشت معانا اه اللي كنا مرتبطين بها في رمضان فخلاص بقى الكبير هو تيمة رمضانية يعني خلاص احنا مستنينه وده مطلب جماهيري يعني هو بيخلص سبعة الجمهور بيطالب بتمانية بيخلص تمانية تلاقي الجمهور بيطالب بتس حتى لو المسلسل ما كانش في أعظم نجاحاته لكن خلاص بقى مرتبط برمضان حاجة خاصة كده بعد الفطرة على طول الناس بني اسمع زي كده حاجة مقدسة يعني حاجة عندنا حاجة عظيمة جميلة وهو كمان تحدي من نفسه بيحاول برضه بيسيب مساحات لزميله وبيسيب لناسه بيكبر اللي حواليه بيكبر اللي حواليه بيكبر مش بس فكة الوان من شو يعني هو الوحيد لا لا بالعكس كل اللي اشتغلوا معاهم بقوا نجوم بعضوا لسه في الكوميديا معانا كوميديا لسنادي نيلي كريم نيلي كريم هتعمل فراولة وهتقدم انا بخاف من نيلي بس يعني في الكوميديا كمان ده تحدي ليها شوفنا السنوات اللي فاتت مسلسلات او اللون اللي بتقدمه نيلي كريم دايما في لون درامي يعني فيه تراجيدي بش درامي فيه تراجيديا اكتر من الكوميديا نيلي كريم في الشكل كوميدي شايفها ازاي؟ والله انا نيلي يعني بحبها كموسلة طبعا بس نيلي في الكوميديا برضه هو لون جديد حبناها برضه في ميت وش واتمنى ان احنا نحبها فراولة حبناها في ميت وش وكان لها تجربة برضه بس كان فيلم كان غبي منه فيه تقريبا كانت لطيفة جدا هي برضو الممثل من حقه أن يجرب والكوميديا هي كوميديا الموقف فأنت دايما معها شايماء سيف ومعها مصطفى خاطر ومعها نجوم آخرين كوميديا ففيه مساحة للعب ومسلسل 15 حلقة فهو مسلسل رايق لطيف أكرم حسني مسلسل بابا جي أنا بحب كتابه الحقيقة يعني بحب وقل حمدي وحب محمد إسماعيل أمين يعني بعرفهم معرفة شخصية فأتمنى أنه يعمله حاجة مختلفة جدا وأنا متوقع أنه أكرم حسني يبقى حصان رابح السنة دي في بابا جي أحمد داش بعد نجاحه في جعفر العمدة السنة اللي فاتت هيقدم لنا السنة دي مصار إجباري تجربة جديدة ومشتركة ومختلفة أولا أنا عايزة أحييل الشركة المتحدة الحقيقة أنه لما فكرت انتاج مباشر إدت الفرصة للشباب أنه البطلين يبقى شباب يعني مش تستعين بنجم كبير وتعمل مسلسل لا أنه إيمانا بفكرة أنه إن دي فرصة للشباب أنه يبقى عصام عمر وأحمد داش هم بطلين مسلسل مع طبعا محترامنا الكامل لوجود صابرين وبسمة وغيرهم من النجوم لكن فكرة أنه أنت تبقى الشركة المتحدة تنتج انتاج مباشر يبقى أول انتاجها المباشر دون الشراكة مع أحد هو مصر إجباري أتمنى وأنا عصام عمر يعني ده ممثل كوميديان خطير وأحمد داش طبعا مع احترامي بس عصام عمر كوميديان هو امتداد لجيل الكبار من الكوميديانات الأوظام في مصر صحيح طيب أخيرا مسلسل مليحة مسلسل ده يعني مسلسل مهم في توقيت كمان مهم ومسلسل صعب الحقيقة بشارك فيه الفنان زياب وبينقش القضاء الفلسطينية هو بيتكلم عن فتاة فلسطينية بت فكرة الانتفاضة سنة ألفين بتروح ليبيا وبعدين بتيجي بعد الأحداث الأخيرة مفروض أنها عايزة تروح غزة ترجع وطنها فلسطين تاني فبتمر على مصر يعني تفاصيل إنسانية احنا محتاجين نقول للناس وكمان عنوان المسلسل مش مليحة بس كمان العنوان حلو جدا الحلم والقضية انه انه احنا دايما حلمنا انه فلسطين ترجع زي ما كانت انه حلمنا انه فلسطين تبقى فلسطين عربية يعني هي قضيتنا الحقيقية يعني تعود الأرض لأصحابها مرة تاني فده برضو والتوقيت كمان ان انت لسه الأحداث شكالة فانت بتفكر الناس وتقول انه مصر دايما ما بتنساش ما بتنساش أشكال العرب حتى بفنها انها بتقدم قضاياهم زي ما قدمنا زمان ثورة اليمن قدمنا أعمال مهمة جدا في تاريخنا بتتكلم عن قضايا جميلة ابو حريد عن الجزائر يعني فيه أعمال مهمة جدا طول الوقت فأكيد فلسطين حضرة طول الوقت في أعمالنا تقدمت أوائل يعني في 2012 اعتقد ان نبيل عبيل قدمت البوابة التانية برضو بتكلم عن غزة ويتكلم عن فلسطين فمصر دايما يعني مهتمة بفكرة حتى بقوتها النعمة طبعا لا مهتمة انها تتكلم عن فلسطين بشكل أوبعاتها طول الوقت صحيح سيد أشرف بنشكرك على القراءة السريعة دي طبعا هو كده سيد أشرف حاملنا إغراء شوية المسلسلات حاول كده ينور كذا المسلسل وانا حاولت نواجه مانا سريعا لكن هي وجبة يعني رمضانية جميلة وبترضي كل الأذواق فيها التاريخي والسياسي والاجتماعي والإنساني كمان الإنساني هو الرابط الأساسي ما بين كل ألوان الدراما إن شاء الله تبقى وجبة جميلة فنية لقيقة بالمشاهد المصري في رمضان 2024 نشكر حضرتك الكاتب الصحفي والناقض الفني الأستاذ أشرف شرف نورتنا صباح خير يا رب كنتم ضيف خفيفة عليكم طبعا نورتنا أستاذ أشرف شرف مشاهدينا بكاد تكون خلصت حلقتنا النهاردة كنا مع حضرتكم على مدار 3 ساعات إن شاء الله صباح الخير يا مصر يكون معاكم بكرة في نفس المعاد كمعة مباركة عليكم جميعا صباح الخير والسعادة عليكم صباح الخير يا مصر